اليوم سنعمل مع بعض وصفه هي الكوردون بلو طريقتها كثير سهلة تركك او حركة بسيطة كثير رح تخليها تنجح معك من اول مرة وكل مرة ورح نعمل معها صص عن جد طلع طعمه جدا خرافي فيلا نبلش ونشوف الطريقة خطوة بخطوة هلا رح نقسم سطر الجاجة لنصين وننتبه انه ما نوصل للاخر عشان ما يكون فيها فتحات وعشان لما نفتحها تكون شقفة واحدة وهلا برجع احط ورق نايلون من الاعلى وهلا لما ندقها من الوسط يكون الدق كثير خفيف على راحة اليد ومن اول ضربه شوي على الاطراف منحاول نرفعها على قد ما نقدر من الاطراف وهي اللي تركة البسيطة اللي بحكي لكم عنها رح تنجح لكم الكوردون بلو ليش لانه لما نرفع الاطراف ونيجي نلفها رح تتماسك مع بعض اكتر وما رح تخلي الجبنة تطلع من الكوردون بلو او تتفتح وهلا منتبلها بتتبيلة خفيفة رشة ملح رشة من بودرة التوم ورشة من بودرة البصل ورشة من البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو استخدمت هذا النوع من الجبنة ممكن تستخدمه اي نوع بتحبوه اول شي حطيت الجبنة بعدين صدر دي كرومي مدخن بعدين كمان طبق من الجبنة بلفها بهاي الطريقة وبعدين برجع بلفها بي الكيس بهاي الطريقة لما نلفها بي الكيس منرجع من نضغط على الاطراف ومنسحب بهاي الطريقة هذا التكنيك رح يساعدها انها تضب على بعض ورح تتماسك وتكون زي كأنها اطعة واحدة شايفين كيف صارت هيك بدنا اياها تكون متماسكة هلأ منحطها بالفريزر على الاقل ساعة لازم تكون بردة تماما بعدين منبدأ نقلي هلأ نفس التبهيرة اللي حطناها على الجاج من الداخل رح نحطها على الطحين رشة الملح مع بودرة التوم والبصل والبابريكا وهلأ اول شي غلفتها بالطحين بعدين بالبيض واخر شي بالبقصمات وهلأ صارت جاهزة معنا للألي مرحلة الألي كتير مهمة اول شي من حمز زيت بعدين منوطي الحرارة للوسط تكون حرارة هادية عشان تاخد وقتها مية بالمية وتستوي من جوه وما تنحرق معي رح تاخد تقريبا على كل جهة من سبع لثمن دقايق يعني مجموع 14 ل 16 دقيقة وبتكون جاهزة معي لتحضير الصص معلقتين زيت ومعلقتين زبدة مننزل توم منقلبها تقليبتين لتطلع ريحة التوم بعدين مننزل معلقتين طحين ومنعطيها كمان تقليبة ليتغير لون الطحين ونعطيه تحميصة وهذا التحميص رح تعطيها الطعم كتير طيب بنزل كوب حليب مع التحريك ورجعت نزلت بعديها كوب من كريمة الطبخ وهي نوعية كريمة الطبخ اللي بستخدمها دايما تسألوني عنها طبعا فيكم تستخدموا اي نوع كريمة الطبخ مشرط هذا النوع واذا ما توفرت ممكن تستبدلوها بالحليب عادي بس انا حبيت اضيفة لنتعطي قوام اغنى وكريمي اكتر للصص هلا اضفت الملح والفلفل الاسود جبنة البرمزان ونصمع الاصغيرة من الخردل او الماسترد بقلبهم على نار هادية تماما للدوب الجبنة ويصير عند القوام بهذا الشكل اذا تقل معكم كتير القوام ممكن بس ترجعوا بضفولة حليب برجع بيصير بهذا الشكل وهيك صارت جاهزة معنا هلا رح افتح لكم اياها وارجيكم كيف من الداخل طبعا طعمها يا جماعة جدا جدا بشغي بنقدمها مع الصوس والخضار السوتير جربوها وانا متأكدة انها رح تعجبكم ورح تنجح معكم من اول مرة وصحتين والف عافية شكرا